قبل ما نبدأ خلونا نعطر قلوبنا بالصلاة على النبي في البداية حابب أقول لكم إن مش هتنازل عن ألف لايك لأن الفيلم ده فيلم قوي جدا جدا وسط الغابات والبراري وأنا عارف ومتأكد إنك تستمتع من أول سنية لحد آخر سنية مش عاوز أطاول عليكم أكتر من كده ويلا حضر دماغك ويلا بينا نبدأ بيبدأ الفيلم بقبيلة من القبائل البدائية اللي بيبقوا عايشين على الصيد بس علشان كده بنشوفهم وما بيحاولوا يصطادوا خنزير بري وكل الشباب القبيلة مجتمعين سوا علشان يصطادوا خنزير واحد بس مش ده المهم المهم في الموضوع إنهم بيصطادوا الخنزير فعلا بس بيأكلوا منه وهو لسه حي بيفضلوا يقطعوا في جسمه كإنهم حيوانات مفترسة وبيهزروا ويتحكوا سوا لأن بالنسبة لهم الخنزير ده حاجة كبيرة قوي فوسط الهزار بتاعهم واحد منهم بيسمع صوت جاي من ناحية الغابة ولما بيقوم علشان يشوف في إيه بيتفاجئ إن في ناس كتير قوي مستخبين ورا الشجر ودي حاجة نادرا إنهم يلقوها لأن كل قبيلة عرف حدودها كويس وإن بقى بيدخل زعيم القبيلة وبيطلب من الناس دول إنهم يطلعوا من ورا الشجر فالناس بيطلعوا غزبا عنهم وساعتها الزعيم بيعرفوا من المنطقة دي ملكه ومش مسبح لهم إنهم يدخلوا فيها أو حتى يعدوا حدودها وإنه ورسها من أجداد وزمان ولحد دلوقتي باسمه لكن الناس ما كانوا شنوين على الشر أصلا وواحد منهم بيقوم يعرف زعيم القبيلة إنهم عاوزين يعدوا من منطقتهم بس وعلشان يزبط حسن نيته وبيقدم له سمكتين من أكله كهدية ولما الزعيم بيتطمن إن ما فيش منهم شر بيسمح لهم إنهم يعدوا وبيقوموا الرجالته إن ما حدش يتعرض لهم لكن المفاجأ إن الشخص ده ما بيكونش لوحده وبيبقى معانس كتير من قبيلته معديين فبيتفاجئ زعيم القبيلة بعددهم لكنه ما بيرضش وقفهم وبعدها بياخد رجالته وبيرجعوا على القرية بتاعتهم بس قبل ما يتحركوا في واحد من القبيلة بيطلب يتكلم مع الزعيم وبياخدوا بعيد عن باقيد زميله علشان ما حدش يسمعهم بنعرف ساعتها إن الشاب دايب ابن الزعيم واسمه مخلب الفهد لكن طبعا ما ينفعش بابا يميزه عن الباقيين وبيعملوا معاملة ناشفة شوية علشان يتعلم إزاي يبقى الزعيم من بعده وبيبقى واخب باله منه بعيد لبعيد والمهم مخلب الفهد بيعرف بابا إنه الآن من شكل الناس اللي شافوهم من شوية وإنه أكيد في حاجة وراهم خلتهم يسيبوا منطقتهم ويهجروا وبيعرفوا إنه خايف يحصلهم زي ما حصل للقبيلة دي لكن بابا بيطمنوا وبيقولوا إنه عندهم جنود كتير أقوياء وبيقدروا يوقفوا قدام أي حد يواجههم وبياخدوا ويرجعوا للقرية بعد شوية بيرجعوا كلهم للقرية وهنا بنشوف القبيلة كلها وما مستنينهم يوصلوا علشان يشوفوا اللي استضوه وأول ما بيشوفوا الخنزير البري بيبقوا فرحانين قوي كانوا مش شافوش لحمة من زمان وبيفضلوا الليلة دي كلها يحتفلوا بالإنجاز ده وبالليل بنشوف أهل القبيلة كلهم وما قاعدين يحتفلوا سوا ومن عددهم منهم في أي احتفال لازم يتجمعوا ويحكوا البعض عن أجددهم زمان بس كل ده بالنسبة المخلب الفهد حاجة عادية اللي كان بيفكر فيه هو الناس اللي شافهم الصبح وخايف يجي اليوم اللي يحصل لقبيلته زي ما حصل لهم بس علشان يفك كده بيقوم يروح لمراته وابنه يطمن عليهم واللي بنعرف انها حامل للمرة التانية وعلى وش ولادة وعنده ابن تاني كبير شوية المهم لما بينام بيجي له كابوس بيخليمش على بعضه لانه بيحلم بالناس اللي قابلهم الصبح في الغابة وفي واحد منهم كان مسك قلبه في ايديه وساعتها مخلب الفهد ما بيستحملش وبيقوم مفزوع على طول لكن اول ما بيفتح عينيه بيبص ناحية الغابة وهنا بقى كانت صدمة عمره لانه بيكتشف ان فيه حد واقف ولا الشجر برائب القبيلة بتاعته وما بيأخروش اي حاجة خالص وبيهجموا كمان على القبيلة وبيقتلوا عدد كبير جدا منه ومخاصة الشباب لانهم الوحيدين اللي هيقدروا يقفوا قدامهم فمخلب الفهد بيجري بسرعة علشان ينقذ علته وبيبقى خايف على مراته وابنه لانهم مش هيقدروا يدفعوا عن نفسهم لأول ما بيوصلوهم بياخدهم معالي الغابة وبينزلهم لحفرة كبيرة في الارض وبيرملهم حبل كمان علشان لو حصل حاجة بيطلعوا بعدين ساعتها بيشوفوا واحد من الناس اللي هجموا عليهم وبيجري عليه بسرعة فبياخد مخلب الفهد باله وبينزل مراته بسرعة بس قبل ما تنزل لنهاية الحفرة الشخص ده بيهجم عليه ووقتها مرات مخلب الفهد بتقع على الارض لكن لو حسنا حظاها ان المسافة كانت قريبة وما حصل لاش حاجة هي وابنها اما مخلب الفهد فبيدافع عن نفسه وبيضرب الشخص ده لحد ما بيموت وبيرجع لمراته وابنه يطمنهم وبيقول لهم انه هيرجع لهم تاني بس لازم يروح يدافع عن القبيلة وبيربط لهم حبل حوالين صخرة علشان يبقوا يطلعوا ووقت ما يعرفوا بيرجع مخلب الفهد يحاول يعمل حاجة وبيضرب اللي يقدر عليه لكن للأسف الاشخاص دول بيكون عددهم كبير وبيكتفوه وواحد منهم بيكون عاوز يقتله بس زعيمهم بيوصلوا وبيمنعوا وبعد شوية بيجيبوا بابا واللي هما ما كانوش يعرفوه واللي هما ما كانوش يعرفوه ده فبيبصلوا مخلب الفهد وبينادي عليه ساعتا اللي كان عاوز يضربه من شوية بيمسك سكينة وبيدبحوا قدامه وبيرجع يضرب مخلب الفهد على دماغه فبيغم عليه لما مخلب الفهد بيبدأ يرجع لوعيه وبيلاقي نفسه مربوط وتقريبا معظم رجالة القبيلة اللي لسه عايشين معا مربوطين بس اللي بيبقى شغل بال مخلب الفهد هي مراته وابنه وبيبص على مكانهم بطريقة تخلي اللي يشوفه يشك فيه علشان كده واحد من القبيلة التانية بياخد باله منه وبيروح مكان ما بيبص فبيلاقي حفرة كبيرة بس مرات مخلب الفهد كانت حسد بجد بيقرب منهم واستخبت جوه الحفرة فما خدش باله منها لكنه شاف حبل متعلق في صخرة فمسك سكنته وقطعه علشان لو في حد تحت ما يعرفش يخرج ويموت بيقلق مخلب الفهد على مراته وابنه وخاصة انه ما يعرفش هيرجع لهم تاني ولا ايه وساعتها بيتحركوا كلهم علشان يروحوا مع القبيلة التانية لكن مخلب الفهد فضل بصص على الحفرة اللي امراته فيها فاخد باله ان الحبل بيتشد من تحت فاتطمن انهم لسه عايشين بعد شوية بيوصلوا للغابة والاطفال ماشيين وراهم لان معظم اهليهم ماتوا واللي فضل عايش منهم اتاخد وفست كل ده زعيم القبيلة بيشوف ابنه تحت عين وارم فبيروح له بيفتح له الجرح وكأنه هيخف وكأنه هيخف يعني المهم بعد كده بيكبلوا طريقهم وبيوصلوا للنهر والاطفال ما بيقدروش يكملوا وراهم لانهم قصيرين والنهر غويت فبيوقفوا مكانهم وبنسبع ساعتها اكبر طفلة فيهم وهي بتقول لما ميتها ما تقلقش على اخوتها وانها تخب بالها منهم لحد ما ترجع تاني على الناحية التانية مرات مخلاب الفهد مش بتكون عارفة تعمل ايه وبتلاقي ابنها متعور في رجله فبتحاول تعالجه وبتجيب شوية نمل بتقطع راسه وتحطها على الجرح حاجة كده زي ما تكون بتخلطها له طبيعي بنرجع تاني المخلاب الفهد واللي معاه وهم ماشيين في الطريق وبيوصلوا الجسر متعلق على الجبل ولازم يعدوا من عليه علشان يوصلوا المهمة اخر واحد رجله بتبقى مربوطة بتتزحل وبيبقى خلاصة يقع وكمان هيوقع البقيم معاه فبيروح لواحد من القبيلة علشان يفكوا وبيقولوا انت كنت هتوقع الصد بتاعي معاك وبيقطع الحبل اللي مربوط بي وبيوقعوا من على الجبل بيحس زعيم القبيلة ان الاسرة اللي واخدنهم اتأخروا عليهم فبيرجع علشان يطمن عليهم بيلاقي واحد منهم ناقص فبيعرف ان المساعد بتاعه رمى من على الجبل وبيقولوا ما يدخلش في الصد بتاعه تاني وملهوش دعوة بيهم بيدخل الليل عليهم وهم في الطريق فبيعودوا يرتاحوا لحد ما النهار يطلع وزعيم القبيلة بيروح يدبنوا خنجر هدية على اساس انه هو الخليفة من بعده وهيتولى مهمة القبيلة بعدين بتعدي الليلة دي وتاني يوم بيرجعوا بيكملوا طريقهم لكنهم ماشيين في الطريق بيعدوا على قرية كانوا اغتصبوها واخدوا ناس منها قبل كده وبيشوفوا فيها طفلة لسه صغيرة اللي بتبقى قعدة جنب جسة مامتها تعايت ولما بتشوفهم بتروح لهم بس مساعد الزعيم بيضربها بالعصايا اللي معاه وبيزقها بعيد هنا بيبدأوا اشها يتغير وتظهر عليه علامات ووضح كده انها بنت ساحرة او حاجة شبيهة المهم بترد عليه وبتقوله انه هيموت الليلة ومش هيفارق الظلام من تاني درجة انه هيموت اشد موتة فبيخاف منها وبيمشي وهو بيفكر ايه اللي بتقوله ده واخيرا بيوصلوا كلهم لبداية القرية بتاعتهم وبيلقوا مكان كله ناس بيشتغلوا في الحجارة لكن شكلهم غريب وبيعملوا حاجات اغرب فبيقرب من مخلب الفهد راجل عجوز وبيطلب منه يساعده بس مساعد الزعيم بيبدأ يلعب مع الراجل ده وبيفضل يبهدل فيه لحد ما بيدواخه خالص كل ده وهو فرحان عادي جدا بعدين بياخدوا الرجال وبيدخلوهم للمكان اللي بيستقبلوهم بيدهنوهم فيه باللون الازرق اما الستات فزعين بياخدهم وبيبيعهم في سوق العبيد اللي اول ما بيوصلوا للسوق فيه تاجر من التجار بيشتريهم على بعض مرة واحدة في نفس الوقت كان الرجال الرحيل لمكان تاني هواته بيوصلوا عند برج عالي جدا فيه ناس عملين يوقعوا من فوقه في كل مكان ومش فهمين اللي بيحصل ولا مين الناس دول وعلشان يطلعوا للبرج ده لازم يعدوا من وسط ممر دي اللي لما بيقومشين فيه بيلقوا رسومات كتير لنس مدهنين بنفس اللون اللي على جسمهم ولهم كزوضعية او شكل بيمر بيه كأنهم بيتقدموا كقرابين لحاجة معينة فبيعرفوا انهم رايحين لنفس العذاب ده وانهم يتقدموا قربان للاله بتاع القبيلة وبيطلعوا من على سلم حلزوني لفف حوالين البرج كله لحد ما بيطلعوا الفوق هناك بقى بيلقوا الكهنة بتوع القبيلة وهم لبسين لبس غريب وقاعدين يعملوا تقوس غريبة زي ما يكونوا كانوا مستنينهم من بدري واول ما بيوصلوا في واحد من الكهنة بيقوم يتكلم مع الناس ومن كلامه بنعرف ان عندهم امرات كتير منتشرة وبيش عارفين يعالجوها او يقولها حل غير انهم قرروا يقدموا قربين للاله علشان تعفوا عنهم وتسمحهم ساعتها المرض بيتشال من عندهم وبيرجعوا تاني كويسين بس ببوحطين شروط للقربين دي وهي ان القربان اللي يتقدم لازم يبقى الشاب محارب من اقوى المحاربين علشان ده بيبقى ليه ميزة تانية عند الاله لكن طبعا مش هيقدروا يقدموا القربين دي من الشباب بتاعت قابلتهم فبيستولوا على القبائل اللي جنبهم وبياخدوا المحاربين بتوعهم يقدموهم وهو برضو منها يرضو الاله ومنها ما يبقاش فيه اعداء جنبهم اقوى منهم بنرجع تاني والكاين بيبدأ يدخل واحد ورد تاني من قبيلة مخلب الفاد علشان يقدموه قربان وبيحطوه على صخرة كبيرة كده زي طرابيزة وبيغرز جوه قلبه سكينة علشان يطلعوا وبيديلي الكاهن الأكبر بتاعهم اللي بياخدوه وبيحطوه على الفحمة عشان يأكل منه فبيكمل دوره الكاهن وبيقطع رقبة المحارب وبيرميها من على السلم وبعدها بيحدف كسته وراء وبيدخل التاني وبيعمل فيه نفس اللي عمله في الأولاني لحد ما بيجي الدور على مخلب الفهد فبيدخل وكأنه مش رايح يموت ولا حاجة ومش فرق معه أي حاجة لأنه عارف إنه مهما حاول فخلاص دي نهيته وبيروح ينام على الترابيزة وبيمسكوه وقبل ما خلاص هيقتلوه بيحصل كسوف مفاجأ للشمس فبيفتكر الكاهن إن كده الإله رضي عنهم ومش عاوز قربين تانيا النهاردة والحسن الحظ المخلب بته والحسن حظ مخلب الفهد إنه ما بيموتش ساعتها وبعد شوية صغيرين الكسوف بيخلص والشمس بتظهر من تاني فبيقوموا مخلب الفهد وبيربطوه مع باقي المحاربين وساعتها الكاهن الأكبر بيطلب من الزعيم إنه يخلص منهم فبيأخدهم معاه وبيقرر يخلص منهم بطريقته وبيوديهم لأرض القتال اللي بيبقى عمل لها طريقة معينة علشان يستمتعوا بأتل اللي استضوهم وفي نفس الوقت يدرب المحاربين بتوعه إزاي يقتلوا هدف متحرك وبيبقى جزء إنهم يخلصوا على الأعداء وفي نفس الوقت تمرين المهم بيبدأ مساعد الزعيم يتكلم مع المحاربين وبيعرفهم شروط اللعبة وبيقولهم إنهم لو قدروا يعدوا من الملعب ده للغابة فكده فازوا ومش هيموتوا بس بشرط إنهم لازم يعدوا من المقاتل اللي ويفلوهم في الناحة التانية وده بيكون ابن زعيم القبيلة اللي بابا خلا يمسك السيف بتاعه ويجري بسرعة لآخر الملعب علشان يستنى أي فريسة توصله وبيبدأ الموضوع على كده فبيجري اتنين من المحاربين في الملعب علشان يهربوا وبتبدأ القبيلة تحدف عليهم سخور ورماح علشان يقتلوهم وفعلا ما بياخدوش وقت طويل واللي اتنين بيموتوا بسهولة بس واحد منهم بييجي في ربح وبيطلع لسه عايش وبيحاول يهرب فبيروح له ابن الزعيم وبيكمل عليه وطبعا كل ده وسط صراخ وفرحة من القبيلة وبيجي الدور على اتنين تانيين واللي منهم مخلب الفهد فبيقول له مساعد الزعيم إن الدور جي عليه علشان يموت وبيستغل مخلب الفهد الوقت بين البداية وإنه يتحرك وبيشرح لزميله اللي هيجرى معاه الزايع وبيشرح لزميله اللي هيجري معاه إزاي يعرفيها رب من الرماح فأول ما بيبدأه بيجري مخلب الفهد وزميله بطريقة عكسية علشان يتفادوا الأسهم والرماح اللي أتيجي فيهم لحد ما بيجي ساهم في زميل مخلب الفهد وبيموت أما الزعيم فبيلاقي مخلب الفهد خلاص قرب من ابنه واللي وراه الغابة طبعا فبيمسك هو القوس بتاعه وبيضرب بساهمه وفعلا بيجي في جنبه وبيروح له ابن الزعيم علشان يخلص عليه لكن مخلب الفهد بيستغل الفرصة وبياخد منه سلاحه وبيقتله به فبيشوف الزعيم ابنه هو بيموت قدامه وبيجري هو ورقلته علشان يلحقه بس لما بيوصله بيلقوا خلاص بيطلع في الروح أما مخلب الفهد فبيكون وصل للغابة ودخل فيها فالزعيم بيوعد ابنه إنه هيخد له حقه ويكل من قلب مخلب الفهد انتقاما ليه وبياخد رجالته ويدخلوا الغابة ورا فهد اللي فضل يجري لحد ما وصل لأرض مليانة جسس فاستخبوا ستهم والقابلة ما عرفوش يطلعوه ولما خلاص بيعدوا عنه رجع تاني كمل طريقه للغابة فبيشوفوه وبيجروا وراه فبيستغل مغلب الفهد إنه بعيد عنهم وبيطلع فوق شجرة عالية لأنهم أكيدا يدوروا على الأرض وهينسوا الأشجار وفعلا ده اللي حصل بس الرجالة وهم بيجروا مخلب الفهد بتقع منه نقطة الدم على كتف واحد منهم لكن اللي حسن حظه ما بيحسش بيها وبعد ما بيبعدوا عنه شوية بيسمع مخلب الفهد وراه صوت فبيكتشف إنه فيه نم رئيسه ويدعاوه زيه جمع عليه وينق بنروح لزعيم القبيلة اللي بيشوف نقطة الدم على الرأ على كتف الراجل بتاعه فبيعرف إن مخلب الفهد مستخبي فوق الشجر وبيطلب منهم إنهم يرجعوا يدوروا عليه فوق الشجر بس وهم بيجروا بيتفرقوا وواحد منهم بياخد باله إن مخلب الفهد بيجري قصاده وأول ما بيعدي علشان يلحقوا النمر بيهجم عليه وبيقتله فزميله بيسمعوا صوته وبيجروا نحيته وبيلاقوا النمر وساعتها بيقتله لكنهم بيخسروا واحد منهم فبيعودوا هم مصدومين وبيتكلموا عن اللي البنت قالت هلهم الصبح نمر ساعد مخلب الفهد وقتل واحد منهم وبيخافوا من اللي هيحصل لهم بعد كده لإنهم بيعرفوا إن كلام البنت بيتحقق بس الزعيم بيقطع كلامه وبيقولوا إن كل دي خرافات وإن اللي حصل لهم وجرد صدفة ودي الوقت مخلب الفهد بيهرب منهم من خوفه وطبعا كلامه ده بيشجعهم وبيسمعوا كلامهم وبيكملوا جري ورا مخلب الفهد لكن هم بيتفرقوا في الغابة علشان يدوروا على فهد بتظهر أفع سامة وبتعدوا واحد منهم في رقابته ولما الزعيم بيشوفوا بيديلوا خنجر وبيقولوا يريح نفسه من العذاب وبيسيبوا وبيمشي والبقائين بيبقوا مستغربين من اللي بيحصل لكنهم برضو بيمشوا ورا كلام الزعيم وبيكملوا مطاردة بيقدر مخلب الفهد يوصل للشلال الفاصل بين الغابة بتاعته وغابة القبيلة دي وعلشان يوصل للغابة بتاعته لازم يعد النهر فبيبصوا وراه بيلاقي رجالة القبيلة وهم قريبين منه فبيقرر ينط في الشلال علشان ينقذ نفسه وقتها الزعيم بيوصل هو واللي معاه وبيفتكروا انه مات لان الارتفاع عالي جدا لكنه بيفجئهم انه لسه عايش وبيطلع للشط وبيقف يتحداهم وبيقولهم الغابة دي أرضي وأبويا وأجداد يصطادوا فيها زمان وأنا دلوقتي اللي أصطاد فيها وبيتحداهم انهم ينزلوا يواجهوه فبيتغاز الزعيم من كلامه وبيطلب من رجالته انهم ينطوا في البحر وراه لكن واحد من رجالته بيخاف وبيقوله ان الارتفاع عالي وهم ممكن يموتوا والأحسن انهم يلفوا من الشط بس الزعيم ما بيخليهوش يكمل كلامه وبيطعنوا بسكينة في بطنه وبيموت أما البقين فبيخافوا وبيقرروا يسمعوا الكلام وبينطوا واحد ورا التاني لكن معظمهم بيتصابوا وبيتخبتوا في السخور اللي تحت لما مخلب الفهد بيشوفهم وما بينطوا وبيهرب في الغابع علشان يروحوا وراه أما اللي بيتبقى منهم فبيطلع يجري وراه وهنا بتبدأ المطار ده بشكل أحسن بيفضل مخلب الفهد يجري في الغابع لحد ما بيقع في بركة من الطين وخلاص مش لاقي حاجة يمسك فيها وبيغرق حرفيا في البركة بس فجأة بيقدر يمسك في الشط وبنشوفه هو خارج وبيقوم يبص على جسمه وبيلاقيه مليان طين وبيشوف ساعتها عش نحل جنبه فبيتجيله فكرة وبيقوم ويمسكه بإيده ولأن النحل مش هيعرف يقرسه بسبب الطين فهو بيمسكه بكل ثقة ولما القبيلة بتوصل بيلواف قدامهم ومش همه وبيخليهم يقربوا منه وبيحدف عليهم بالعش فالنحل بيقرسهم كلهم واحد واحد وساعتها بيخافوا وبيهربوا بسرعة أما مخلب الفهد فبيرجع يكمل طريقه تاني علشان يلحى أمراته وابنه وبيفكر في كذا طريقة علشان يدفع بها عن نفسه فبيلاقي ضف ضع سامة بيمسكها وبيغرس فيها إبر عشان تتميلي سم وبياخدها وبيصنع مصورة من أوراق الشجر وبيحط جواها الإبر وبيستنى المحاربين يعدوا من قدامه لحد آخر واحد فبيضربوا بإبرها وبيموت لكن مساعد الزعيم بيحس إن فيه واحد من زميله ناقص وبيرجع تاني عشان يشوفه وبيلاقي مخلب الفهد واقف قدامه فبيستجمع شجعته ومرة واحدة بيضرب بيه مساعد الزعيم اللي ببيموتش من ضربة واحدة فبيرجع مخلب الفهد يقوله دي علشان أبوي اللي قتلته وبيضربوا ضربة بتقضي عليه فورا لكن ساعتها السامة بتبدأ تمطر فبيفتكر مخلب الفهد مراته وابنه اللي سايبهم في الحفرة وبيعرف إنها أكيد الحفرة هتتملي بالمية وهيبقوا في خطر فبيجري بسرعة علشان يلحقهم قبل ما يغرقوا فنفس الوقت امراته وبتكون على وش ولادة وبيجي لها الطلقة والحفرة بتكون مليانة مية وبتولد ابنها وسط المية وبتشيله على أديها أما مخلب الفهد فهو بيجري الزعيم بيشوفه وبيضربه بالقوس فبيجي في كتفه السهم ولما بيقع ما بيكونش قادر يستحمل لكنه بيقوم وبيكسر السهم جواه وبيستفز الزعيم علشان يقرب منه اللي بيتغاز منه وبيجري نحيته بس بيكتشف إن مخلب الفهد وما بقاش قادر حتى يطلع النفس بالنسبة بقى المخلب الفهد فجري بسرعة يدور على امراته وابنه كانوا تهرج جلت الزعيم ووصلوا وشافوا الزعيم بتاعهم وهو ميت فقرروا على طول إنهم ينتقموا من مخلب الفهد وطلعوا يجروا وراءه لحد ما وصلوا للشط فلقوا واقف بس كان بيبص على حاجة في البحر وهم أول ما شافوها فضلوا متنى حين نحيتها ومخلب الفهد استغل الموضوع وطلع يجري على امراته بنكتشف وقتان اللي كانوا بيتردودوا شافوا سفن عملاقة في البحر فانشغلوا بيها علشان كان أول مرة يشوفوا حاجة زي دي بيعنيهم وراحوا نحيتها مخلب الفهد بقى بيوصل للحفرة وينك بيلحق امراته وابنه على آخر لحظة فبيتفاجئ إنها متعلقة في الحبل وشيلة بنها الرضي على قديها والتاني متعلقة على كتفاة وحالتهم صعبة قوي وبعد ما بيطلعهم بيقرر إنهم ينقلوا من المنطقة كلها وخاصة إنه حسب الخطر لما شاف السفن الكبيرة دي معتش فيه أمان يعني ليهم وبيعزلوا من المنطقة خالص وبيكونوا قبيلة تانية دا كان ملخص فيلمنا النهاردة أتمنى منكم تقدروا تعبنا ومجهودنا ونوصل الملخص دا الجميل لألف لايك كده زي الشطار وألف كومنت يلا هنطمع عشان نتحمس نقدم ملخصات أكتر وأكتر إن شاء الله ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان توصلكم أقوى ملخصتنا سلهم